طائرة صغيرة تحطمت فتناثرت معها روايات بعد أن تداخلت هوية الطائرة وملكيتها أعلنت موسكو أخيراً أن الطائرة روسية يبدو أن عدداً من ركابها الستة كانوا محظوظين إذ عثرة على مصابين في الحادثة في إحدى المناطق الجبلية النائية في أفغانستان بين الحدود الأفغانية والطاجكية حيث اختفت عن شاشة الرادار ليلة السبت وفق حسابات تابعة لطالبان فإن الطائرة الخاصة كانت تقل رجل أعمال روسي يدعى أناتولي مع زوجته أناتولي ييسيكوف يعمل في شركة غازبروم الروسية وفق الحسابات ذاتها الرحلة كانت عملية إجلاء طبي لزوجته آنة الرحلة كانت متجهة من تايلند إلى موسكو عبر الهند وأوزباكستان الاتصال انقطع بالطائرة واختفت عن شاشة المراقبة أثناء تحليقها في المجال الجوي الأفغاني وفق وكالة معنية بمراقبة ملاحة الجوية الروسية الطيار أرسل تحذيرا قبل نحو 25 دقيقة من اختفاء الطائرة يفيد بنقص الوقود وقال إنه سيحاول الهبوط في مطار في تاجكستان لكن الطيار أبلغ بعد ذلك عن توقف محركي الطائرة المحاققون الروس أعلنوا فتح تحقيق في انتهاك قواعد السلامة الحادثة تبدو شبيهة بحوادث سابقة كتل فيها رجال أعمال ومسؤولون الروس في ظروف غامضة أخرهم مقتلوا يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر في تحطم طائرة غصص الماضي لسهدف حسب ففي الأشهر الأولى بعد بداية الحرب الروسية في أوكرانيا لقيا ثمانية رجال أعمال روس حتفهم فيما بدأ أنها حوادث التقارير حينها أشارت إلى أن من بين القتلى ستة أثرياء على صلة بأكبر شركتين للطاقة في روسيا أربعة منهم مرتبطون بشركة الطاقة الروسية العملاقة المملكة للدولة غازي بروم ترجمة نانسي قنقر